اعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم من الغد ان شاء الله عاده الله على مصر وعلى الامة الاسلامية والعربية باليمن والخير والبركات واستغلال الشهر الكريم في كل اعمال الخير طبعا بنقول للطلبة مش عايزين بقى كسل في شهر رمضان يعني ما تنامشي من بعد الفجرة تصحى على المغرب ده من الصيام لا الشهر هنا في فرصة جبيرة جدا لعدم ضياع الوقت بقى في الخروج والاكل في الشارع والاكل في البيت لا اقعد وركز وذاكر وان شاء الله بازن الله هتلاقي فعلا في نتيجة ايجابية جدا في الصيام صوموا اقتصحوا الصيام كل فوائد ان شاء الله وما تقولش لا ما بركز اعملش طلبة جدا بتشتكيلي بتقول لي لا ده انا بقبل الفطان مصدعه بعد الفطار بطن بتتميله مية لا ده مش مش كويس انتم صغيرين في السن والصيام بالنسبة لكم حاجة جميلة ما حيش ايه مش حاجة وحشة ولا حاجة وكل انا بنشتغل في الصيام وبنخرج وبنشتغل ونشوف اعمالنا ربنا يا وفاكم ان شاء الله اه في ناس طبعا على الحلقة اللي فاتت مع اللقاء الوص احنا بنقول ايه النهاردة التوسع الاستعمار في الشمال الافريقي هنتكلم معكم النهاردة استكمال التوسع في الجزائر شرحت انا الاسبوع اللي فات الدوافع بص معايا كده انا عندي اي دولة بنتكلم فيها او بنتكلم في استعمارها على تلات حاجات الدوافع بعد الدوافع اللي بتدفع الدولة زي فرنسا مثلا من احتلال الجزائر بنتكلم على السياسة الفرنسية في الجزائر بعدها من اتكلم عن الكفاح انا برتبها كده هو اكتب المدرسة عامل ايه دوافع شوية من الكفاح بعدين سياسة بعدين بكمل الكفاح لا انا شرعت الدوافع شرعت السياسة النهاردة اكمل معكم ايه كفاح الجزائر وصول الاستقلال قبل من اتكلم عن كفاح الجزائر وصول الاستقلال طبعا كان فيها اي سئلة الحلقة اللي فاتت انا كتبتها بسم الله الرحمن الرحيم كله جاهز معنا صح وغلط عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى 1914 كانت كل البلاد العربية في قبضة الاستعمار العبارة صحة ولا غلط يا استاذ تقول لي غلط ما عدا زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات قلب الجزيرة العربية والحجاز والشام والعراق لا تزال ولايات عثمانية تحت الحكم العثماني المباشر يعني مش كل الدول ايه ضاعت او كل البلاد العربية ايه ضاعت سؤال تاني تشابهت اهداف اتفاقية اكتوبر تشابهت اهداف اتفاقية اكتوبر 1798 مع اهداف صورة اكتوبر 1798 العبارة صحة ولا غلط تركز في السؤال تاني كده تشابهت اهداف اتفاقية اكتوبر مع اهداف صورة اكتوبر الاثنين 1798 العبارة صح تقول الاثنين كانوا ضد مين فرنسا وضد مصالحها تركت انجلتورة جزيرة بريم بعد رحيل الحملة الفرنسية وان اه يا فرنسا احتلت جزيرة بريم 1798 1799 1799 تركت الجزيرة بعد رحيل الحملة 301 العبارة صح ليه لانها كانت تنوي الى توقيع اتفاقية مع سلطان عدن ولحجة 1802 ببقاء قوات انجليزية في منطقة اليمن اختر تشابهت اتفاقية اكتوبر تشابهت اتفاقية اكتوبر خلي بالك عشان السؤال ده ممكن يبقى فيه لاخبارتها شوية مع صورة 1798 ولا معركة ابي قير ولا صورة القاهرة الاولى ولا مقاومة اهالي عكة للحملة الفرنسية ركز تاني كده فيه عند اربع اختيارات اهو اربع اختيارات تشابهت اتفاقية اكتوبر 1798 اتفاقية اكتوبر 1798 مع صورة اكتوبر ولا معركة ابي قير البحرية ولا صورة القاهرة الاولى ولا مقاومة اهالي عكة بنقول معركة ابي قير البحرية معركة ابي قير البحرية خلي بالنا في السؤال. صح وغلط. لفتت الحملة الفرنسية انظار انجلترا لاهمية موقع مصر. احنا لما اخدنا في اول الفصل الخامس قلنا ايه اللي حصل? الحملة الفرنسية لما جات مصر? اثرتها على مستقبل جنوب الجزالة العربية واول حاجة عملتها. لفت انظار انجلترا لاهمية موقع مصر. العبارة ايه? صح. صح ليه? بنقول تلكأة انجلترا في الرحيل لو تفتكروا انجلترا مشت الف وتممية وكام? وتلاتة. ممشيتش. ليه? لان انجلترا كانت تنوي الاحتلال مواقع البحر الاحمر والبحر الايه? المتوسط وذلك لتأمين مواصلاتها الفين للهند. تربط الفصل الخامس بالفصل الكام التاني. اه صح وغلط. اصبح للانجليز حق التحكيم بين العشائر العربية في الخليج العربي تبقى لاتفاقية الف تبنمية وعشرين. انجلترا اصبح ليها حق التحكيم في الخليج العربي تبقى لاتفاقية الف تبنمية وكام وعشرين. العبارة صحة ولا غلط? نقول العبارة غلط. ليه? تبقى لتجديد الاتفاقية على مدى سنوات تالية. ده الكلام ده اصبح بعد تجديد الاتفاقية على مدى سنوات ايه? تالية. طيب نشوف كده تاني. صح وغلط? كان هناك علاقة. كان هناك علاقة بين الحركات الانفصالية ضد الدولة العثمانية ومستقبل جنوب الجزيرة العربية. العبارة صح? تقول ليه? ظهور محمد علي في اليمن بالقرب من انجلترا في لحج وعدن باسم الحركة الوهابية والسلطان العثماني. ادى الى احتلال انجلترا عدن سنة الف تمنمية تسعة وتلاتين. طيب. تمام. نخلي بنا بس في معالي الكلمات والمرضفات كده نلاقي الدنيا سهلة. من العوامل الرئيسية من العوامل الرئيسية لفرد انجلترا سيطرتها على الخليج العربي. ايه العامل الرئيس لفرد انجلترا السيطرة على الخليج? هل محمد علي? ولا السلطان العثماني? ولا الحركة الوهابية? ولا الدولة السعودية الاولى. احنا سابقوا يقولنا ان احنا ما بنقولش اختيارات. دي حاجة اسمها متشابهات. يعني متشابهات. انا بجيب لك اربعة. والاربعة ينفعوا. بينهم تقارب كبير. فبنسميه هنا شبعة. زمان كان مش كده. لا كان بيجي لك اربعة اختيارات. اربعة. الاربعة فيهم تلاتة غلط. واحدة ايه? صح. انما دلوقتي انا بجيب لك الاربعة ينفعوا. وانت بتنقي من وسطيهم اضقت حاجة. فما بنسميهاش بقى اختيارات بنسميها متشابهات ومتقاربات لدرجة كبيرة. ايه العامل الرئاسية الفرد انجلترا سيطلت على الخليج. كل دول ينفعوا. بس نختار الكبير في الشبع اللي هو ايه? السلطان العثماني. اه اختار كان هناك علاقة بينه. نقط وتحكم انجلترا في مدخل البحر الاحمر. المدخل. مدخل البحر ايه? محمد علي. الحركة الوهابية. السلطان العثماني. اهمية البحر الانجليز. مين السبب اللي خل انجلترا تتحكم في مدخل البحر? هو التحكم جاء سنة الف وتبنمية تسعة وتلاتين باحتلال ميناء عدن. من اهم ثلاث مواني في العالم بتحكم في مديك باب المندب. فبنقول هنا يا استاذ من العوامل او العلاقة بين ايه وتحكم انجلترا محمد علي اللي وصل لليمن باسم السلطان العثماني للقضاء على الحركة الوهابية. طيب حقاقت الحملة الفرنسية على مصر اهداف لوصل 14. ولا نابليون? اهداف الحملة الفرنسية او حقاقت الحملة الفرنسية على مصر. اهداف مين من الاربعة دول? نقول اهداف لوصل 14. صح وغلط? لم تتحرك الدولة العثمانية لمساعدة الجزار من الاستعمار الفرنسي. هل الدولة العثمانية تحركت لمساعدة الجزار تقول اللي عبارة ايه? غلط ليه? الاحتلال تم من 1827 ل1830. سنة السلطان العثماني ليه ما رحشوا موقوفه سلبي? علشان كان مشغول مع محمد عالف حرب ايه? اليونان. اللي بدأت من 1821 ل1828. كان هناك علاقة بين الصورة الفرنسية ومستقبل البلاد العربية في اسيا. ركز في السؤال كده? كان هناك علاقة بين الصورة الفرنسية ومستقبل البلاد العربية في اسيا. العبارة ايه? صح? بنتكلم على ايه? على اثر الحملة الفرنسية. بالنسبة لمن? لجنوب الجزيرة اللي هي منطقة عمان ومنطقة مين? اليمن اللي بدأت انجلترا تحط ايديها عليهم. كان هناك علاقة بين الاحداث الاقتصادية والسياسية بعد الصورة الفرنسية ومستقبل الشمال الافريقي. هل في علاقة بين الاحداث الاقتصادية والسياسية اللي حصلت بعد الصورة الفرنسية في فرنسا ومستقبل الشمال الافريقي? تقول لي ايه واستاذ في علاقة? اي علاقة بالزبط? تقول واحد ارسال الحملة اي حملة الفرنسية فين لمصر دي واحدة. طب وبعدها يا واستاذ نقول احتلال فرنسا لمن? للجزائر. طب ليه? انت عندك الخطر الاقتصاد وحصار فرنسا اقتصاديا. ادى الى استراد الامح من الجزائر. الجزائر بدأت تطالب اتلكك ودربوها. طب الحادث السياسي برضو العسكري? حاولت فرنسا تضرب انجلترا فشلت بسبب قوة الاسطول الانجليزي. فبعدت الحملة الفرنسية الفين? لمصر لتحقيق الهدف السياسي العسكري التي عجزت عنه فرنسا في اوروبا. طلبة كتيرة بتقول احنا متأخرين وهنراجع ازاي? لما انت بتقول احنا هنراجع ازاي? ايه اللي احنا عملناه دلوقتي? يعني انا عايز اعرف حاجة. انت بتقول احنا هنراجع ازاي? مراجع بارا عن ايه? مراجع بارا عن اسئلة? سين وجيم. سين وجيم. ايه كل ده بقى الوقتي? اكتر من حوالي عشرين سؤال في حلقة مدتها ما عدتش معنا ساعة في فكرة صغيرة. يعني انا عايزك تتطمن. انت مش قصة انا هرجع اديك الامتحان. احنا كلنا بنجتقد و بنشتغل مع بعض. احنا بنجي نشرح اوه? والحطة اللي بنشرحها والفقرة اللي بنقولها بنحط على تطبيق. جاهز في نفس الوقت. انقل ورانا الاسئلة دي. اكتب هتلاقي وراك ما يقلش عن خمسمائة سؤال لحد النهاردة في المنهج. واحنا لسه في فصل الخامس. فكلمة مراجع ما انا براجعه? انا بشرح وراجع. هو انا لو جد دلوقتي روح تشارع على طول. ايه الجزائب كزا? فرنسا كزا? تونس كزا? المغرب كزا? ايه اللي انا عملته? ما هي القصة دي ممكن تقعد في البيت قراها انت? ما هو موضوع هي تقري? القصة قصة ايه? ان انا هشرح بس وخلاص واجر معاك في الشرح? لا القصة لا شرح ولا جري في الشرح. القصة تطبيق والتطبيق اسئلة. والاسئلة فيها فكرة. اكتب ورايا. اه هنخلص. وهنراجع تاني برضو نعمل مراجعة على الفصول الاولانية. انت عندك من الفصل الاول لحد النهاردة نجعل اكتر من خمسمة سؤال. واسئلة مهمة واسئلة كويسة. انت انقل ورانا واكتب. وبعتبر ده مراجعة. انما قصة ان انا اشرح دلوقتي واسر ده واجري واكتب وخلاص? لا. القصة عندنا قصة التطبيق. قصة التطبيق. بقى اشرح الفقرة بنطبق عليها الاسئلة والدنيا بقى كويسة معنا. ماشي فمحد شئلة بس انت اللي تازم وكتب ورانا الاسئلة. هنتكلم النهاردة زي ما قلت برضو على استكمال الجزائر. انا الجزائر. الكفاح عندي يعني هو بسيط. فيه عندي كفاح فين? في النصف الاول من القرن الكام التساعتاشر. له من الف تمنمية وتلاتين. هنحدده لالف تمنمية سبعة واربعين. ده بنسميه النص الكام الاول من القرن التساعتاشر. نص الاول من القرن التساعتاشر. تمام. ايه اللي حصل فيه? بنقول كفاح الامير. ميبا عبد القادر الجزائري. الامير عبد القادر الجزائري اول واحد تصدى للاستعمار الفرنسي. نقدر بنقول نزم الامير المقاومة. تمام. نزمها امتى? بعد عدة سنوات من الاحتلال. نخلي بقى لنا من دي? تبقى نزم المقاومة بعد عدة سنوات. هنشوف ان احنا نحتاجها ازاي? عملي الامير عبد القادر يا استاذ. عقدت معاهمين? فرنسا. اتفاقية. ما بينها وما بين الامير عبد القادر في الجزائر? اسمها ايه? دي ميشيل. اتفاقية دي ميشيل. الف تمنمية اربعة وتلاتين. طيب لما اجا اقول هنا اسباب الاتفاقية. فرنسا عايزة تعمل ايه? هدنة. فرنسا عايزة تعمل هدنة ايه? لتنظيم. هتنظم ايه? الصفوف. طبعا فرنسا بتحارب سنتين. دخلت عبانة. عادة تاخد نفسها وتعيد قوتها. عملت المعاهدة مع الامير عبد القادر. اقروه حاكما على وسط وغرب الجزائر. خلي بالك في الكلام. الاتجاهات. الرجل حاكم على ايه? وايه? وسط وغرب الجزائر. هنرسب خريطة لو نشوف. ثم نقضوها. نقضوها لايه? هم طبعا انت قلت ان هم عملوها عشان ينظموا نفسهم. نقضوها بدرب الامير. طب بعد ما ضربوا الامير فاشلوا. فراها عاملين اتفاقية تانية. اسمها التفنة. ركز معي كده? اتفاقية التفنة. التفنة عملوها مع الامير تسعة تمنمية خمسة وتلاتين. طب نفس الكلام. لما عملوا اتفاقية التفنة مع الامير عبد القادر. ايه اللي حصل? نقضوها. يعني فرنسا بتعمل ومتنظمش بايه? بوعودها. نقضوها ازاي? باحتلال مدينة كوسانتينة. 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 مش الكسطنطينية. كوسانتينة. سبعة وتلاتين. تمام. الحل الوقتي. ايه السبب في استمرار مقاومة الامير? دعم سلطان المغرب. المغرب هي اللي بتساعده. طب نشوف مع بعض كده. لما نجي نسم خريطة كده مسلا. لمنطقة الشمال الافريقي. ونشوف الدعم هيجي ازاي? دايما الخارات عندك مهمة لان الخارات بتوضح لك الحدث اللي انت شغال عليه. قادي عندي مصر اهي. الكبيرة ليبيا. تونس. الجزائر قد المغرب. احنا بنتكلم في استعمار المغرب. قد المغرب هي. الامير خاد منطقة الوسط والغرب. الوسط والغرب. مين دي? دي المغرب. ايه اللي بيحصل? الامير عبدالقادر بيقوم فرنسا هنا في الجزائر الباية. وممكن يدخل يستخدم الاراضي المراقشية في الكفاح. يستخدم ارض المغرب نفسها. علاوة عن ان المغرب بتدي له دعم. الدعم المغربي بكل صوره. سواء استخدام الاراضي المغربية او السلاح او المال. ايه اللي حصل? فرنسا عرفت الكلام ده. ان المغرب له دور كبير في استمرار الامير عبدالقادر في الكفاح. طب الحل لازم نخرج المغرب من الموضوع. فرنسا تعمل ايه? قامت فرنسا بقصف ميناء تانجة. طب هي ليه فرنسا ما دخلش على الامير عبدالقادر? المغرب ما ينفعش. المغرب دولة حيوية استراتيجية بتتحكم في مضيق كبير اسمه مضيق ايه? جبل طارق. وجبل طارق ده المفتاح الغرب المستعمرات انجلتانا في الشرق. لو دخلت فرنسا المغرب انجلتانا مش هتسكت وتحصل مصادمات عسكرية عنيفة. طب الحل خرج القسطول الفرنسي كده جاه هنا في مضيق جبل طارق وضرب من قطان جهاده. طب هنا عند المغرب تعوارت. نظرا لمساعدت مين? الجزائر. طب الحل. الامر الذي قد الى حرمان الامير عبدالقادر من الدعم المغربي. الدعم المغربي كده وقف سواء سلاح او اراضي او غيره. علاوة على. تفوق بقى مين? سلاح فرنسا. العامر مش يقدر يكمل. استسلام الامير ونفيه للشام. الف تمنمية سبعة واربعين. كده خلصت حركة المقاومة في النص الاول من القرن الكام التسعتاشر. ولم تلبس ان قامت عدة صورات قامت فرنسا بالقضاء عليها. والاعادة في استغلال الايه? البند. كده خلصنا الكفاح في النص الاول من القرن التسعتاشر. تاب نشوف. لما نقول صح وغلط. كان استمرار دعم سلطان المغرب. كان استمرار دعم سلطان الايه? المغرب. عاملا اساسيا في صمود الامير عبدالقادر الجزائري. اصحف السؤال كانت تاني. كان استمرار دعم سلطان المغرب. عاملا اساسيا في صمود الامير عبدالقادر الايه? ايه الجزائري? دي نقطة. النقطة التانية. بنقول يا استاذ انتهت ايه اللي انتهت? حركة الكفاح في الجزائر بنفي الامير عبدالقادر الف تمنمية سبعة واربعين. انتهت حركة الكفاح في الجزائر بنفي الامير عبدالقادر الف تمنمية سبعة واربعين. طب ده سؤالين? على الفقرة نفسها اللي بتكلم بقى على المراجعة ينقل ورانا ويكتب. اهدى الاسئلة اهيه? ده ما هنراجح نغطي كل فقرة كده? المراجعة احيانا بكون مراجعة عامة ممكن نسقط منها حاجة. لا احنا بنقول كل كلمة وتفصيل اهو. لما نقول قامت فرنسا بنقد اتفاقية التفنة. نقد اتفاقية مين? التفنة مع الجزائر. الف تمنمية سبعة وتلاتين. باحتلال. باحتلال ايه بقى? نقول واحد. احتلال بسكرة. احنا قلنا الامير عبدالقادر نظم المقاومة بعد عدة سنوات. واتخذ من بسكرة مقرا لحكمه. اتنين. الكوستنطينية. الكوستنطينية. تلاتة. كوستنطينة. اربعة. كوستنطينة. ركز بقى كده معايا. تاني. كوستنطينة. كوستنطينة. بسكرة الكوستنطينية. يركز كده في الشكل. لما نقول قامت فرنسا بنقد اتفاقية التفنة مع عبدالقادر. او الجزائر سبعة وتلاتين باحتلال بسكرة الكوستنطينية. كوستنطينة. كوستنطينة. خلي ما انا من متشابهات كده. ما لك ويلسون نيلسون ريكسون نيكسون. الاسامة والتشبه اللي فيها بالرغم من البعد الزمن ممكن يعمل لبس معنا. طيب. لما نجي نقول صح وغلط. نظم الامير عبدالقادر حركة الكفاح مباشرة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. نظم الامير عبدالقادر الكفاح. او حركة الكفاح والمقاومة مباشرة ضد الاحتلال الفرنسي المين? للجزائر. تبقى تاني كده معي. تبقى الامير عبدالقادر الجزائري يعتبر اول من تصدى للكفاح الفرنسي. اتخذ من مدينة بسكرة عاصمة الحكمه. عمل اتفاقية دي ميشيل وظروفها. اتفنى. آآ ظروفها ونتائجها. كلهم يعتبر نتائج وظروف لايه? لبعض. وفي الاخر لم يستمر بسبب ايه? وقف دعم سلطان المغرب. طيب نقول سؤال اختار تاني? نقول سؤال اختار. طيب اختار ايه? تلقى الجزائر في النصف الاول من القرن التسعتاشر. الدعم من جهة. ركز كده. تلقى الجزائر في النصف الاول من القرن التسعتاشر. الدعم من جهة. واحد. الشرق. اتنين. الغرب. تلاتة. الشمال. اربعة. الجنوب. اهو. ركز تاني. تلقى الجزائر في النصف الاول من القرن التسعتاشر. الدعم ضد الاحتلال الفرنسي طبعا. من جهة ايه? شرق ولا غرب ولا الشمال ولا ايه? ولا جنوب. كلام بسيط ما فوش مشكلة. نقول سؤال اختار تاني برضو. سؤال اختار تاني. عاصرة الامير عبد القادر الجزائري. حق نقط في مصر. عبد القادر الجزائري في حركة الكفاح. عاصر حكم مين في مصر? طبعا انا بحتاج التاريخ بس بشكل غير مباشر. ازا كان قال لك التاريخ ممنوع في الاختيارات. فهبتيجي بشكل غير مباشر اهي. نقول عاصر حكم علي بك الكبير. محمد علي عباس توفيق. ركز كده. عاصر الامير عبد القادر الجزائري حكم نقط في مصر. عالب الكبير محمد علي عباس توفيق. ده بالنسبة لكفاح في النصف الاول من القرن الكام التساعتاشر. طبعا احنا مش عايزين نقول طبعا اه اللي بيتكلم عن المراجعة كامة اسئلة دي ايه? اكتر من تسع اسئلة هو على فقرة. يعني الفقرة هنا فيها اسئلة اكتر من الايه? من الشرح نفسه. فانت سجل بها معنا. سجل معنا كل ما نفتحها. هل راجع امتى? هل راجع امتى? هل راجع امتى? هل راجع امتى? لحما عليك انا كنت اوقف في المذاكر. لأ زاكر وراجع ورانا. ايه تبقى سيلة وحل معنا? اه هنبدأ نتكلم على الكفاح في النصف الاول من القرن العشرين. طيب هنا الحركة طبعا عدة خمسين سنة ما حدش اتكلم عنها. وبدأ الكفاح في النصف الاول من القرن العشرين. واحد. الامير خالد ابن الامير عبدالقادر. اتنين. جماعة علماء الجزائر. تلاتة. جماعة الاندماج. اربعة. نجمة شمال افريقيا. يعني حاجات بسيطة ما يصعب قوي. اول واحد الامير خالد ابن الامير عبدالقادر. الجزائري. حاول يعمل ايه? الاستفادة من مبادئ مين? ويلسون الاربعتاشر. زي مين? زي سعد زغلول في مصر. وراح. كل الدول العربية راحت حضرة مؤتمر الصلح بتاع ويلسون اربعتاشر. على هد سعد زغلول برضو راح وكل فشل. طيب تمام. جماعة علماء الجزائر. نظرا للسياسة الاستيطانية الثقافية التي مارستها فرنسا في الجزائر. اللي هو معاملة الجزائرين من الدرجة التانية ومحاولة سياسة الفرنسة ومحاولة الشخصية العربية. ظهرت جماعة الايه? العلماء. ليه با? للحفاظ على الشخصية العربية. على قد عبدالحامل ابن بديس وبشير ابراهيم. اللي اتخرجوا من جامعة الزيتونة. طب ناخد معنا ابرار ونجعلكم تاني نكمل سلام عليكم ابرار. حالكم السلام. عامل ايه? كل سلام طيب. كل سلام طيب يا بنتي. ايه وصلت الحد فين? معك. طيب تمام بتكتب الأسئلة معنا? اه. في حاجة بتنقصك في الأسئلة? لا تمام. طب تمام اتفضلي. بس عندي سؤال في الفصل التالت. التالت قولي. ده شابه مجل الشورى القوانين. ده شابه مجل الشورى القوانين ها. مع مجل الشورى النواب الف تنمية ستة وستين فيه. ده شابه مجل الشورى القوانين سنة كم? على مجلشورى نواب الف تنمية ستة وستين. مع مجل الشورى نواب ستة وستين ها? في. في. هم? طريقة التكوين. التكوين ها? اصدار القوانين. اصدار القوانين ها? مراقبة الحاكم. مراقبة الحاكم? مم. مراقبة الحاكم. الخضوع للاجانب. الخضوع للاجانب. الاولانية التكوين ولا طريقة التكوين? طريقة التكوين. طريقة التكوين. طيب. حلي. ايه اللي انت شفاءة صح واحد في دول. اصدار القوانين. اصدار القوانين? اه. هل مجل الشورى القوانين? ومجل الشورى النواب كان لهم دور في اصدار القوانين? ولا كانوا مجرد هيئات استشارية? ها? هيئات استشارية. يعني منهمش اي متى شرعية. طبقا ما ينفعش القوانين. استبعدوا واحد واحد بقى. مراقبة الحاكم. هل الحاكم اللي كان موجود في الفترة دي بيدي فرصة لحد يرقبه? لا. لان الحاكم كان حكمه فرد ايه? ديكتاتوري كلهم زي محمد علي. سواء اسماعيل او عباس حلمي. طبقا ما ينفعش مراقبة الحاكم. صح? طيب. طريقة التكوين. مجل الشورى النواب ستة وستين. مين اللي عملوه? اسماعيل. من حمل الحاكم? اه. طب مجل الشورى القوانين مين اللي عملوه? من حمل الشعب دي اللي عملوه. دافرين. 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 انجلترا اللي عملته صح? اه. تبقى طريقة التكوين ما تنفعش. تبقى ينفع ايه? الخضوع للاجانب. هم? معي? تمام. ايه تأي حاجة عندك تاني? اه سواء. طيب شوك انا حبيبتي. مع الف سلامة. نبدأ ونقول عندي الكفاح في النصف الاول من القرن العشرين. قلنا الامير خالد حاول يستفادة بمبادئ ويلسون وفشل. جماعة علماء الجزائر ظهرت الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية ومس اي معلومة اسرائية اي سطر الزيادة عندك فيها مشي الكتاب حاول تقرأ مفوش مشكلة. ظهرت الجماعة كنتيجة للسياسة الاستيطانية الثقافية الفرنسية التي مرستها فرنسا في الجزائر. هم عايزين يعلموا الناس لغة فرنسية وهم يقول الاوروبية. جماعة العلماء لا. الحفاظ على الشخصية العربية والهوية الاسلامية من سياسة المسخ الاوروبي. عرحمي ابن باديس وبشير ابراهيم متخرجين من جامعة الزيتونة ومتأثرين بافقار رشيد رضا ومحمد عبدو في مصر. فحافظوا على الشخصية العربية على قد مأدلوت. ودي ايجابية المين? للجزائر واسأل بها الفرنسا. جماعة الاندماج. جماعة الاندماج دول مسقفين. طيب مسقفين منين? مسقفين جزائريين. جزائريين. بس السقافة ايه? فرنسية. دعوا الى الاندماج مع فرنسا. قالوا احنا عايزين نندمج مع فرنسا. وهزا ما كان يرجوه الفرنسيين. ولكن دون ان يتساوى الجزائريين مع الفرنسيين او المستوطنين في الوطن الام او الجزائر. يعني اه تتعاملوا برضو كمواطنين من الدرجة التانية. انتو طالبين الاندماج. احنا نندمج معيك وده عايزها فرنسا وحبعش المقاومة ايه? بس فيه شرط هتفضلوا مواطنين من الدرجة التانية وايه? وما فيش اي نوع من انواع التمييز. ليكم سواء هنا او في فرنسا. ومندعات الاندماج عباس فرحات. نخلي بنا من الاسامي. طب نجمع الشمال افريقيا. طيارة حروري يدعو الى الاستقلال ظهر فيه الجزائر بزعامة مصالي الحاج. مصالي الحاج. ازا هنا لما نيجي نتكلم. بنتكلم عن الكفاع ده بطريقة بسيطة خالص. اربع شخصيات او اربع انواع. ويلسون وما باد قولة اربعتاشر اصفين منها خالد. جماعة العلماء للحفاظ على الشخصية العربية. الاندماج استجابة للسياسة المسخ. الطيار او النجمة بتحاول توصل لاستقلال. طب نحط عليها اسئلة اربع نقطة اوه. نشوف الاسئلة هنا. نقول من الاساليم التي اتبعتها الجزائر للاستقلال في القرن العشرين. من الاساليم التي اتبعتها الجزائر في الاستقلال في القرن عشرين واحد. القوة العسكرية. السياسة السقافية. الاندماج الاوروبي. الهيئات الدولية. ركز معايا بقى. القوة العسكرية. السياسة السقافية. الاندماج الاوروبي. الهيئات الدولية. ايه الطريقة? هنقول عندي هنا. احنا عندنا بنقول الامير خالد حاول يستفيد من بابادي ويلسون. طب ما هي موجودة. علماء الجزائر ها? حاولوا ان هم يحافظوا على الشخصية العربية. جميل. الاندماج مسقفين. نجم الشمال افريقيا. تمام. طب لما اجا قول دلوقتي عندي. الاساليم اللي اتبعتها الجزائر للاستقلال. القوة العسكرية. يعني الحرب المسلحة ضد الفرنسيين. ولا السياسة السقافية. ولا الاندماج الاوروبي. ولا الهيئات الدولية. طب ما انت قلتون كله. هيدي كل الاساليم. كل الاساليم الاربع اللي عندي. طب نكامل ونشوف. لما نيجي نقول برضو. من حركات التحرر التي ظهرت في الجزائر. من حركات التحرر التي ظهرت فين? في الجزائر. الشكل كان في مصر. في عهد نقط. ركز كده معي تاني. من حركات التحرر ظهرت في الجزائر. حركات التحرر. اللي ظهرت في الجزائر. شكل كان موجود في مصر في عهد مين? افتح كده. واحد. محمد علي. اتنين. سعيد. تلاتة. اسماعيل. اربعة. عباس. من حركات التحرر التي ظهرت في الجزائر. شكل كان موجود في مصر. مش طرط في ظل الاحتلال. في عهد مين من الاربعة دول. محمد علي. سعيد. اسماعيل. عباس. طيب. نفس الكلام برضو. نفس الكلام. صح وخطأ. لم تكن السياسة الفرنسية الثقافية في الجزائر بعد الاحتلال الاولى من نوعها في البلاد العربية. لم تكن السياسة الفرنسية الثقافية في الجزائر بعد الاحتلال الاولى من نوعها في البلاد الايه? العربية. يعني ما كانش ده اول مرة يحصل في الوطن الايه? العربي. نفس السياسة دي. هل ده صح ولا غلط? ده بالنسبة للموضوع دي. برضو عندي نقدر نقول هنا صح وغلط. كان اتجاه فرنسا الاستيطاني في الجزائر. اصار فيها بعض الايجابية للجزائريين. كان اتجاه فرنسا الاستيطاني في الجزائر له اصار فيها بعض الايجابية للجزائريين. دي الفكر اللي على اربع ايه? نقطة واحطونا اكتر من ستة اسيلة على اربع نقطة. نخل بدنا برضو كده. طب هنبدأ بقى نتكلم على الكفاح بعد الحرب العالمية الثانية. كفاح الجزائر بعد الحرب العالمية التانية. طبعا بنقول زارة طيار تحروري يضع للاستقلال في كل الدول العربية عن طريق الصورة بعد الحرب العالمية. التانية خاصة متأسرين بصورة تلاتة وعشرين يوليو في مصر. طبعا صورة مصر هنا قدت الى تحرير مصر من الاستعمار وتحرير السودان والمشاركة في تحرير العدد من الدول العربية وده احنا اخذناها في الفست الرابع. فالكل انا نعمل زي مصر. الطيار اللي يدعو الاستقلال دلوقتي لازم يكون طيار ثوري. فبدأت الايه? اه الاتجاهات العربية كلها تعمل صورات سواء في العراق او في الجزائر او في تونس او هنا او هنا. طيب بالنسبة للجزائر عندنا. حصل ايه? ظهر طيار تحرر في الجزائر يدعو للاستقلال من خلال الثورة متأسرين بمصر. اه فتم بقى ظهور دور مين? مصر في مساعدة الجزائر من خلال اعلان الثورة الجزائرية المسلحة من القاهرة. الف تسعمية اربعة وخمسين. اتنين مساعدة مصر لها بالمال والسلاح والاعلام. ماشي الدعم المالي والسلاح والاعلامي والديبلوماسي. اللي هي السياسة الخارجية. منادات مصر في كل المؤتمرات بحق الجزائر في الاستقلال. طيب ده الدور المصري. النتيجة للدور المصري ادركت حكومة جيموليه. ده رئيس فرنسا رئيس الوزراء. لا انتصار لفرنسا على الجزائر اللي بخرج مصر. النتيجة ستة وخمسين. اشتركت فرنسا في العدوان السلاسي على مصر. يعني احنا اتضربنا اهو عشان ساعدنا مين? الجزائر. مش كده بقوا بس. سبعة وخمسين طلبت فرنسا من الجزائر الدخول معها في اتحاد فيدرالي. عايزة تحل الموضوع. ستين مصري خدت قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة باستقلال الجزائر. يعني مصري هنا انا استمتع لك دلوقتي اهو. تلات ادوار مساعدة وتلات ادوار نتيجة. اعلان الصورة الجزائرية المسلحة من القارة اربعة وخمسين. الصورة فضلت شغالة كم سنة? تمان سنين لحد الاستقلال اتنين وستين. تمام. مساعدة مصر بالمال والسلاح والاعلام. دعم الدبلوماسي. مؤتمرات دولية. النتيجة جيمولي قال انتصار لفرنسا على الجزائر اللي بخرج مصر. اشتركت فرنسا في العدوان السلاسي ستة وخمسين على مصر. فرنسا عايزة تحفظ ماء الوجه. طلبت فرنسا من الجزائر سبعة وخمسين الدخول في اتحاد فدرالي. رافض الجزائرين. مصر خدت قرار باستقلال الجزائر سنة كام? ستين من الجامعية العامة للامم المتحدة. لما نيجي نقول هنا دور مصري كان دور كبير جدا في مساعدة الدعم الجزائر. انت طبعا هنا بتساعد الجزائر. يعني بتزعل مين? فرنسا كدولة استعمارية كبيرة. لما قدنا قبل كده عندي. هنحطها في سورة السؤال. لما نعملها في سورة السؤال. صح وغلط. صح وغلط. فتحت مصر مكاتب لتحرير الدول الافريقية في مصر لعرض قضاياهم. فتحت مصر فعلا مكاتب لتحرير الدول الافريقية في مصر لعرض قضاياهم. الكلام ده حصل. طب سؤال تاني. نقول هنا من انجازات صورة يوليو اتنين وخمسين. تدعيم الصورات العربية في الشمال الافريقي. من انجازات صورة يوليو اتنين وخمسين تدعيم الصورات العربية في الشمال الايه? الافريقي. طيب. لما قلنا مصر هنا تحملت الايه? المشكلة الوحدة. ازاي? مصر هنا? الجزائر طبعا مش مسيطرة على شيء هناك. كل حاجة مسيطرنا عليها في الجزائر فرنسا. مفيش حرية هناك او مفيش مساحة ان تقدر الجزائر تعمل صورة. او تعمل اعلان للصورة سواء في الصحافة او الازاعة. هنا من مبنى هو مبنى مزبير ده ابن الازاعة المصرية ده اللي احنا عادين فيها دلوقتي دي. تم اعلان الصورة الجزائرية المسلحة. الصورة مش هنا. لا الصورة في الجزائر. بس احنا عايزين العالم كله يعرف ان في انتفاضة جزائرية قومية شعبية ضد الاستعمار الفرنسي. ايه اللي حصل من مبنى الازاعة ده? تم اعلان الصورة الجزائرية المسلحة من القاهرة. والتي تستمرت ثمان سنوات. تخيل طبعا دور مصر يا دور صعب. يعني انت انت بتعادي مين? انت بتعادي فرنسا. يعني اي حد غير مصر هيتخلى عن الناس دي. هيتخلى خالص. اقولك تب انا مالي. يعني مالي هيحصل لمشاكل لدول كبيرة. وانا كده بحاول اعطى المصالحة من خلال استغلال اه دوري هنا في مساعدتهم بشكل قوي. لان المساعدة ما كانش قليلة. ده مصر علاقة من الازاعة المصرية هنا. اعلان الصورة الجزائرية المسلحة في القاهرة. ولمدة ثمان سنين الاعلان شغال. وفتحت مكاتب تحرير لكل الدول بما فيها الجزائر. وعملت على عرض القضايا الاستعمارية او القضايا للتخلط بالاستعمار هنا في مصر. مصر ما ساعدتش بالطريقة دي بس الاعلامية لا. طريقة المال. دعم مالي مكسف. سلاح من مصر من هنا. دعم دبلوماسي في كل المؤتمرات الدولية. دعمت مصر استقلال الجزائر. دور كبير. يعني انا بقول الدور ده. يعني انا بقول انا لو موجود في موضع مسئولية ان انا مش هعمل كده. لان انا هعمل مشاكل كبيرة. ازاي دي مصر? يقول لك ما ينفعش ان الكبير يتخلى عن دوره. يعني صراحة مصر تحملت اعباء. يعني جسيمة في مساعدة الجزائر على الاستقلال. النتيجة يجيموا ليه رئيس الوزراء في فرنسا. هل انتصار لفرنسا على الجزائر الا بخروج مصر? مصر عاملة مشاكل. نعمل ايه? نضرب مصر. بالفعل اشتركت انجلترا فرنسا اسرائيل في الاعدوان السراسة ستة وخمسين. ضربونا في ستة وخمسين. طيب احنا كده ساعدنا اتضربنا هو. وما تخليناش انا نتخلينا. احنا احرجنا موقف فرنسا. لما اتحرجت فرنسا طلبت فرنسا من الجزائر الدخول في اتحاد فدرالي سبعة وخمسين. انتم في الجغرافيا السياسية عارفين يعني ايه فدرالي عني. اتحاد فدرالي بلقول اتحاد مجموعة من الولايات في حكومة ايه? واحدة. على عكس الكون فدرالي. طيب لما اعمل دلوقتي ايه الجزائر وفرنسا اتحاد فدرالي. معنى هنا ان اليد العليها كل مين? لفرنسا رفض الشعب الجزائري. في نفس التوقيت مصر خدت قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة باستقلال مين? الجزائر. هل القرار تنفذ? طبعا لا. في الفترة دي ونظرا للانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي احرزها الجزائريين بمساعدة مصر. طرتب عليه تغير سياسي. ايه التغير السياسي? سقوط الجمهورية الرابعة. مش جيموا ليه? وتولى الحكم. شارل ديجول. شارل ديجول جنرال كبير في الجيش الفرنسي وبطل من ابطال الحرب العالمية التانية بالنسبة لفرنسا. شارل ديجول كان راجل جريء. وضع موضوع يحل المشكلة. قالنا احنا كده اتحرجنا. انا اتحرجنا. عملنا نلطش في الناس. ضربنا المغرب وضربنا مصر ومزعالين الناس كلها مننا. وموضوع الجزائر بقى موضوع متعب وموضوع مدائي العالم كله. فوضع مشروع الاستقلال الف تسعمية تسعة وخمسين. وطلب من الجزائر الاختيار. قال لهم ايه? الاندماج مع فرنسا. او الاستقلال مع التابعية او الاستقلال التام. كم حاجة تقول دلوقتي? تلات حاجات اهو. انتم عايزين تندمج معنا? ولا تستقلوا مع تابعيتنا? ولا استقلال تام? طبعا اطلوا الاستقلال الايه? التام. هل طريقة التنفيذ دي هتبقى طريقة مريحة? ولا هتبقى طريقة ايه? متعبة. نشوف مع بعض كده. نظرا لذلك ادى الى صورة صورة مين بقى? المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. وانضم لهم زباط الجيش. وعملوا منظمة الجيش السري. تبقى فيه صورة للمستوطنين. المستوطنين دول اللي دخلوا زمان. ايه من استعمار الفرنسي في البداية في الجزائر. وفرنسا صدرت لهم الاراضي. وعملوا ايه? مشاريع وسكة حديد ومصانع واستغلوا المناجم. الناس دي هتخرج من الجزائر مع خروج الاستعمار من غير اي شيء. هيشلوا مصنع على كدف ولا فدان ارض ولا مدرسة ولا فيلا ولا بيت. طب الناس دي تعمل ايه? كده بيوتها خربت. عملوا صورة. دد شارلد جون نفسه ودد الجزائرين. وانضم لهم زباط الجيش. وعملوا حاجة اسمها منظمة الجيش السري. خلي بالك من الاسم. المنظمة دي مسؤولة عن ابادة الاف ارواح المسلمين العزل. انا طلعاتك كبير جدا في الجزائر. جزائر بلد المليون شهيد. وصمد الصوار الجزائرين. وصمد شارلد جول. الى ان تم الاتفاق في ايفيان. الف تسعمية اتنين وستين. وحصلت فيه الجزائر على استقلال. ناخد تلفون ونرجع مرة تانية. السلام عليكم. سلام عليكم. ازاي يا وحمد اعمل ايه? الحمد لله. كل سنة وانت طيب يا حبيبي ربنا يا كريمك. يا صد حبيب في كل القانية على قانية. نعم. كل سنة في سبع مصر وكل قانية على قانية. يا ربنا يا خليك كل سنة انت طيب وكل زمائلك وكل مصر ان شاء الله. تفضل يا محمد. ايه? الاندي يا اسمية. تفضل في الفصل الكام? تالت? الجزائر على الجزائر. تفضل اقول. حققت حققت? فرنسا. فرنسا. من علاقتها? من علاقتها? ببابا روما. علاقتها ايه? ببابا روما. ببابا روما. في النصف الاول. في النصف الاول من القرن. التسعتاشر. التسعتاشر ها? استفادة كبرى. استفادة كبرى ها? في المجالين. في المجالين? اه. اتفضل. اول اختيار السياسي ديني. سياسي ديني ها? ديني اقتصادي ها? اقتصادي عسكاري. اقتصادي عسكاري ها? عسكاري ايه? ثقافي. ثقافي. انا انا اقتصادي عسكاري. طيب انت ليه ما اخترتش السياسي ديني? على التان اه هو هو يعني ما مدفعش للجنون والعسكاري ما مدفعني ديني. تمام تبقى السياسي ديني ما ينفعنيش. ودين اقتصادي ما ينفعنيش. تبقى اي حاجة فيها ديني ما تنفعش تمام? اي. وعسكاري ثقافي ممكن بقى فيها شك. لانه عسكاري يعني اللي هو الاحتلال. والثقافي اللي هي السياسة الثقافية الفرنسية. بس ده حصل بعد الاحتلال صح? ايو. فما ينفعنيش غير الاقتصادي والعسكري. الاقتصادي استغلال فرنسا والتنازل عن الديون والعسكاري احتلال ومجد عسكاري بالنسبة لفرنسا. حاجة تانية? اه صالة تانية. فضل. كان ايه? من اهداف. من تشجية ها? السلطات التونسية. السلطات التونسية? السلطات التونسية. التونسية. ماشي. الفرنسية? اه. كان من اهداف تسجيع السلطات الفرنسية ها? حجر الاوروبيين الى جزائر. حجرة مين? حجر الاوروبيين الى جزائر. الاوروبيين للجزائر اه. 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 الاختيار. الاختيار. زيادة قوة فرنسا العسكرية. ماشي ها? نقل ايه? نقل مظاهر تقدم الى الجزائريين. نقل التقدم ماشي ها? محول الشخصية الجزائرية. محول الشخصية الجزائرية ها? التخلص من ايه? من اليهود الفرنسيين. من اليهود الفرنسيين. تمام? انا افتصى محول الاولية الجزائرية. تمام الله يفتع عليك. انت عندك قوة فرنسا ملاش علاقة بالهجرة الايه المدنية. نقل التقدم ما كانش يهمهم تقدم الوطن العربي. التخلص من اليهود لا اليهود ما كانش يعملين مشكلة ده كنا عاملين تشجيع للاقتصاد. انما لما زود عدد الايه? الاوروبيين تبقى انا كده محول الشخصية العربية الاسلامية في الجزائر بزيادة الهجرة الاوروبية. ماشا ابو حميد حاجة تانية? شكرا يا نسمى. كل صالة وانت طيب يا ابني وكل زميلك طيبين وربين هيكرمكم. تكتب الاسائلة دي وراي يا احمد. اكتب يا احمد الاسائلة دي وراي انت وزميلك ما تسيبوهاش. وفي الحلقة اللي جاي بنجوابها. حطوا الاسائلة دي معكم باستمرار. بصوا في كل حاجة. بص في اسئلتي. بص في اسئلة اي حاجة بتنزل عن نت. وانا بقول وكزا مرة قلت انا بشكر كل المدرسين والله العظيم يعني. كل المدرسين اللي في مصر ما شاء الله عليهم. شطارة ملاش وصف يعني. مدرسين التاريخ السنة دي اثباتوا جدارة كبيرة في كل مصر. من اسوار الاسكندرية. بشوف كمية اسئلة على النت في قمة الامتياز. ناس كتيرة بتقعد تتكلم لا ده ما يصحش ده فيها حاجات مش مظبوطة. مظبوطة ولا مش مظبوطة. في حاجات قريبة للواقع. وفي حاجات عميقة. في حاجات سطحية. ايه المشكلة ان الطالب يجرب في كل شيء. بص في كل حاجة. افتح في جربات شفتها ناس ده حلوة جدا على النت. منزلة كمية اسئلة رهيبة. بص في كل حاجة وحل. حل السهل وحل الصعب وحل العمير. ده بيدي نوع من التدريب. بتاعان جاء سهل قديم معانا. جاء صعب قديم عارفين. جاء متوسط قديم ايه? اشتغلنا ايه الجنبين. كل حاجة بص فيها. ما تقتصرش على حاجة واحدة. ما تبصش لورق مدرس معين او كتاب معين. لا بص في كل حاجة. لانه كل ما اختلفت الافقار كل ما كانت الطريبة الطريقة اقرب للواقع في التطبيق. خلصت كده عند مين? خلصت الجزائر. لسه برضو معانا شوية. هنقول مع بعض كده السؤال. لما نقول تشابهت المساعدات العربية. تشابهت المساعدات الايه? العربية. للجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. ركز تاني كده. تشابهت المساعدات العربية للجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. العبارة صح ولا غلط? هل تشابه فعلا? العرب في مساعداتهم? نقدر برضو نقول صح ولا كان هناك علاقة بين الضباط الاحرار وتدعيم ركز في السؤال الكفاح العربي في الشمال الافريقي. كان هناك علاقة بين الضباط الاحرار وتدعيم الكفاح العربي في الشمال الافريقي. طبعا ايه? ضد مين? ضد الاستعمار. اه نخلي بدا من الحاجات الصغيرة دي برضو اه القصة هنا قصة بسيطة بس المشكلة كلها انت تطبق بس وتحل ايه الاسئلة. هنبدأ نتكلم على الدولة التانية. توسع الاستعماري في الشمال الافريقي. خدنا اول دولة مين? الجزائر. هنبدأ نتكلم على الدولة التانية اللي هي مين? تونس. ركز بقى معايا. قادي مصر ليبيا قادي تونس. استغنالة دي تونس ايه? ماشي الجزائر اهي قادي المغرب موريتانيا. طيب خلاص كده الجزائر خلصناها. هرجع هركز بقى كده اهو. بص معايا. رجوعه تاني. منين? من الاول. عشان اشرح مين? تونس. يعني بجيب تونس منين? من الاول. يعني برجع لسنة كام? الف تمنمية خمسة وتلاتين. اثناء وجود مين? فرنسا في الجزائر. يعني مفيش حد يقول لي بقى يا فرنسا. استقلت. او خدت ايه? سابت ايه الجزائر ودخلت تونس. ازعل. ايه واحد اقول كده? حالة خالص كده? لما اقول مثلا فرنسا دخلت الجزائر عشان تكون عارف. الف تمنمية وتلاتين. طلعت الف تسعمية اتنين وستين. اهو. مية اتنين وتلاتين سنة. طب فرنسا دخلت تونس. امتى يا استاذ? الف تمنمية تمانية وسبعين. هما بقى كملوها بعد مؤتمر برلين. دخلوا تونس. النتيجة بتاعت الدخول يا استاذ? دخلوا واحد وتمانين. طلعوا منها امتى الف تسعمية تلاتة وستين بشكل نهائي. يعني معنى كده ان فرنسا دخلت الجزائر. وتونس في وقت ايه? واحد. ونقول دخلت المغرب بالمرة الف تسعمية وحداشر. طلعت الف تسعمية ستة وخمسين. يعني اه في نفس التوقيتات برضو عشان نخلصها موريتانيا. دخلت موريتانيا في نفس التوقيت تلاتة تسعمية وستين. يعني فرنسا كانت موجودة في الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا في وقت ايه? واحد. كل ده كده كان مستعمارات ايه? فرنسية. طيب انا لما اشرح اشرح ازاي? ما انا بشرح كل دولة الوحدة? كل دولة بشرحها الوحدة. خلصت الجزائر كلها بارجع اجيب منين? الدولة اللي بعدها من الاول. طيب. هنلتصن برضو خيرتها تاني ونوضح كده ونشوف تونس تحت الاستعمار الفرنسي. تونس دولة عربية. تمام. مين اللي هيحتلها? هتحتلها فرنسا. طيب تاني بنقوله مصر الكبيرة دي. ليبيا جنبها تونس. ادي تونس ادي الجزائر المغربين. تونس. الدولة العربية الافريقية التابعة للسلطان العثماني. لما بديجي نتكلم انت قلتينه هسو بنتكلم عن تانية حاجات. ايه هي? دوافع. وبعدين سياسة. وبعدين ايه? كفاح. ايه الدوافع اللي حركت فرنسا? اللي حركت مين? فرنسا. لدخول مين? تونس. نشوف كنا مع بعض. اول دافع. اجتمال الامبراطورية الفرنسية في الشمال الافريقي. عايزين نكمل امبراطورية. اتنين. الاسرة الكارمنليا. في ليبيا. بايات. تونس. اللي اتنين كاعلتين حكمين. اه تلاتة. موقف السلطان او الدولة العثمانية السلبي في الجزائر. ده هيشجع مين? فرنسا انها تحتل تونس. لاب واحدة واحدة تاني كده? انت بتقول ايه اول سبب اجتمال الامبراطورية الفرنسية في الشمال الافريقي. تمام. اهو. فين الامبراطورية الفرنسية? احنا خدنا مين عندنا في الاول? احنا خدنا مين? الجزائر. تبقى الجزائر فهمين? فرنسا. ادي فرنسا ايه? تبقى فرنسا خدت المنطقة ايه? الجنوبية والغربية المين? لتونس. عاوز اتكمل بقى الامبراطورية. تاخد مين? تونس والمغرب وريتانيا وليبيا ومصر. طب ده الدفع الاولاني. طب الدفع التاني لما قولوا الاسرة القرمنلية في ليبيا وبايات تونس. ايه الاسرة القرمنلية? ليبيا هي? ولا هي عثمانية? اللي بيحكمها الاسرة القرمنلية. لو جات فرنسا تحتل تونس وحبت الاسرة القرمنلية تساعد تونس جارتها مش هتقدر لانهم ضعاف. طب والبياط. بياط سي الخديوي لقب للحاكم الجزء التونسي. البياط ضعاف. ودي شايف تونس والمان ازاي? طبقا هنا عندي فيه فرصة. ده احتلال. يعني جاي يسرع. طبقا عاوز يسرع حد ضعيف. لو حاولت هنا تونس تصد ببياطها او ليبيا بقرمنلية مش هيقدروا الاتنين. طبقا ده دافع. السلطان موقوفه كان سلب فين? في الجزاء. ففرنسا بتقول ده السلطان ما تكلمش في الكبيرة دي. الجزء الكبيرة دي انا قطعته من السلطان ده. ما تكلمش فيه. هيتكلم في الجزء الصغير. فالسلطان هو موقوف السلب في الجزائر. طمع فرنسا في دخول مين? تونس. طبقا دي الدوافع. طب نقدر نقول فينا حاجة تغيرت? اه السلطان بقى اتغير. قال لا. كلام ده مش هيحصل. السلطان العثماني قال لا. الدولة العثمانية عندما وجدت ان اطمع فرنسا تتجه الى موراق ذلك. موراق ذلك اللي هي الجزائر. انا نستعوضت ربنا في الجزائر بقى وكان عنده ظروف في اليونان. انما حد يخش يا تونس ابدا. لا يمكن لازم اتحرك. طب اتحرك يعمل ايه الراجل ده? خمسة وتلاتين. الف وتمنمية خمسة وتلاتين. ارسل الاستول العثماني الى ليبيا. عمل ايه? طردوا الاسرة الحاكمة القرمنلية. وحاكم السلطان الليبي حكمه مباشر. خايف لا ليبيا ضيع. طب احنا بنتكلم في تونس. فين تونس هنا? الف تمنمية ستة وتلاتين. ارسل السلطان نفسه القصة اللي فين? لتونس. عشان يحميها من دخول مين? فرنسا. مين اللي اعترضت بقى? اعتراض فرنسا. قلت له اوعى يا راجل انت تخش تونس. قال لهم ازاي? قالوا له لا ما تخشش تونس. ده تونس دولة لها ايه? كيان سياسي مستقل. تاني. السلطان هنا ستة وتلاتين بعت نفسه القصة لتونس. اعتراض مين? فرنسا. ليه فرنسا اعترضت وزعلت الراجل? وقالت له ما تخشش تونس. قال له له تونس دولة لها كيان سياسي ايه? مستقل. لها كيان سياسي ازاي? دوتونس ولاية عثمانية تتبع السلطان الايه? العثماني. اخر ولاية السلطان العثماني في الغرب الجزائر. ازاي دوتونس بتاعتي? قال له لا مش بتاحتك. تونس دولة لها كيان سياسي مستقل. ففشل السلطان العثماني. في دخول ايه? تونس. معرفش يخشها. فرنسا بتعمل ده ايه? ده طبعا ايه كل عارب بعد الوقت? تمهيد اهو? فرنسا بتعمل تمهيد. تمهيد لايه? لاحتلال تونس. وجود السلطان هنا في تونس او الحفاظ على تونس هياخل الاستعمار الفرنسي. فهي بتمهت لاحتلال تونس وما كان زلك. خلي بقى لك من العبارة دي كده? بهين على فرنسا. ده ما كانش سهل على فرنسا. ليه ما كانش سهل على فرنسا? لان فرنسا يا استاذ لقيت في دول تانية تنافسها في دخول مين? تونس. مين الدول دي? انجلترا وايطاليا. التي اكتملت وحدتها وبدأت الانطلاق الى بناء ايه امبراطورية من الف تبنمية تسعة وخمسين لالف تبنمية وسبعين. ايطاليا بقى الدولة موحدة بعد الاقطاع والتفكك. وعايزة تعمل امبراطورية خارجية. في مشكلة كده? اه في مشكلة. تبقى فرنسا? ابعدتوا السلطان بس لقيت ايه مشكلتين? انجلترا وايه? وايطاليا. ها. في مشاكل كده? موقف السلطان هنا بقى مسلبي. لا السلطان هنا موقف اتغير هو. وتحول السلطان العثماني للحفاظ على مين? على املاك هو على تونس. بعتوا القسطول طاردوا الاسرة القرمنلية من ليبيا. حكم ليبيا حكمه مباشرة. ستة وتلاتين نفس القسطول راح تونس اعترضت فرنسا. تونس ليه كان سياسي. ابعد. دي مش بتاعتك. ليه بتمهد? ليه الاحتلالها? الكلام ده سهل وهينا على فرنسا. لا مستحيل. لان في مشكلتين اكبر من السلطان. كانت انجلترا وايطاليا في نفس الوقت تخطط لدخول مين? تونس. طب جميل. نجي نقول المصالح الاوروبية في تونس. في مصالح اوروبية اه. نقول تصابقت الدول الاستعمارية كام? الدول الاستعمارية التلاتة على دخول تونس. فعملوا على. اول حاجة بنقول كسب الاعوان في الادارة التونسية. كسب الاعوان في الادارة التونسية. اتنين الحصول على اكبر قدر من الاستثمارات في السوق التونسية. تاني عملت الدولتين على كسب الاعوان في الادارة التونسية. يعني كسب الاعوان. كل واحد من الدول التلاتة عايز يكسب الاعوان اللي يسهلوا له دخول واحتلال. تونس زي مثلا عندك في مصر كده توفيق ساعد الاحتلال رياض باشا من انصار الاحتلال والميولة الاجنبية. اه مصطفى فهمي نفس الكلام. الاعوان يعني يكسب ناس في الحكومة يسهلوا له الدخول باي شكل. والدخول عن طريق الحصول على اكبر قدر من الاستثمارات في السوق الايه? التونسية. انه ياخدوا استثمار في تونس. اه الورقة خلص. طيب. اه لما نقول دلوقتي الكلام ده لما حصل. ايه النتيجة الليЕНة ترتبط عليه? اه الادارة العلية في تونس موقفها ايه? حال الادارة العلية في تونس علامة اللي بيحصل ده? الادارة العلية في تونس متحمسة للتعاون مع الاجانب. متحمسة زي للتعاون مع الاجانب? نقول في الفترة دي البي محمد عمل عهد الامان من الف تبنمية تسعة وخمسين الى الف آآ تبنمية خمسة وخمسين لألف تبنمية تسعة وخمسين. عهد الامان ده كان بينص على مساوات المواطنين امام القانون. هو كان يقصد بيها المواطنين مع الاجانب. ان الكل واحد. يعني معنا كده الناس اللي هتخش تعمل استثمار هو مزعلان منهم. جالباي محمد الصادق عمل دستور الف تبنمية واحد وستين. دستور واحد وستين. دستور ده نص على ادخال التحديس في تونس. هنعمل تحديس في تونس. وهنطور ايه? تونس. طيب هتطور تونس وهتعمل تحديس. بمقتدى مؤهدات الامتيازات مع الدول الاجنبية التلاتة. واقع امتيازات مع انجلترا فرنسا ايطاليا على ادخال التحديس في تونس. هندخل تحديس. نتيجة الكلام ده بدأت الدول تتصبق في ادخال التحديس مثل ايه ايه اقامة السكك الحديدية شركات البارك البريد المواني نعض اقتصادية عسكرية اقتصادية بدأ يحصل انجاز داخلي في تونس نظر الامتيازات الاجنبية. حط الاجانب في تونس وده بنسميه الغزو الاقتصادي. ودايما الغزو الاقتصادي بيبدأ الاول. يصبق العسكر اقتصادي. يعني اللي بيدخل الاول الغزو الاقتصادي. تبرر الدول ان لها ايه? مصالة اقتصادية يحصل الغزو العسكري. دول تلاتة هنشوف. كلما حصلت اتفاقية او دولة على امتياز في تونس تحصل نفس الدول على نفس الامتياز. كان بيسموها معادة الامتيازات. يحصل فيها تعديل في الكتاب من فترة. بس لو في دولة من الثلاثة خادت شغل في تونس. امتياز يعني عقد عمل في تونس لتميزهم. تاخد الدولتين التميم نفس الامتياز. انجلتورة خادت سكة حديد. فرنسا تاخد مواني. ايطاليا تاخد بارك. ده الوضع هنا زاد. فتوغل الاجانب في تونس. واصبح لهم حق شراء الاراضي. وظلوا وراء تونس حتى دفعوها الى شرق ومصيادة في الوقت التي كانت تتصابق فيه الدول الاستعمارية على احتلال البلاد العربية. طيب. الورق بس ما فيش اه. هايزين ورق يا جماعة? طيب معلش? اه لما اجا اتكلم في معادة الامتيازات دي كنت عايزة كتبس اسئلة. شايفين فعلى دور الورق? لما نقول برضو كده عندي في معادة الامتيازات دي حصل التوغل الاقتصادي في الفترة دي. اه بصورة كبيرة. هقول سؤال برضو ايه? تاني. اه عندي هنا في حاجة صغيرة. ايطاليا دولة كبرى? ولا دولة صغيرة? لا دولة صغيرة. لما اكتملت وحدتها يا استاذ اه اكتملت الواحدة. بس يا دولة صغيرة. ايطاليا هنا وجودها في الموضوع قد الى ايه? سؤال صغير كده. لما نقول صح وغلط. صح وغلط. دخلت ايطاليا شريك في اقتسام املاك مصر في الجنوب. دخلت ايطاليا شريك في اقتسام املاك مصر في الجنوب. هل العبارة دي صح? ولا العبارة دي ايه? غلط. طيب. لما نيجي نقول برضو? سؤال صغير تاني. تونس. ما لها تونس? لما نقول تونس عملت ايه? عملت قصة كبيرة بالنسبة لجنوبها. ازاي? صح وغلط. كان اتجاه انظار فرنسا لتونس. سبباً في تغير الحالة. السياسية في ليبيا. تاني. كانت تجاه انظار فرنسا لتونس. سبباً في تغير الحالة السياسية فين? في ليبيا. تمام. ده سؤال. نقول برضو سؤال تاني. صح وغلط. ظهر عدم الالتزام الدولي تجاه السلطان عند احتلال فرنسا لتونس. طيب نشوف مع بعض ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الاسئلة دي ونجيوبها ونكمل معنا مين? تونس. وصلنا لهاية الحلقة كل سنة وانتوا طائبين بمناسبة شهر رمضان. ربنا يكرمكم. زاكروا. كتبوا. سجلوا الاسئلة هرايا. بنقول للناس اللي بتتكلم عن المراجعة. قد المراجعة هي. بنكتب اسئلة هي. وبنحل. وبنقول مع بعض. الاسئلة فقر في الاسبوع ده. الاسبوع اللي جاي اول ما هنبدأ ان شاء الله هنجيوبها مرة ايه? تانية معركة حياته واجمل امنياته لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.